اشتركوا في القناة جلالة الملك المفدى مع اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان اوجه العلاقات الاخوية التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين وسبلات عزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يعود بالخير والمنفع على شعبيهما الشقيقين مؤكدا جلالته على قوة ومتانة العلاقات الوثيقة والروابط الاخوية المشتركة بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الامارات والحرص المتبادل على توثيقها ونمائها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين كما جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في اطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوبنا الشقيقة ومواجهة مختلف التحديات الراهنة انطلاقا من ايمان دول المجلس بوحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك وفي هذا الجانب اشهد العاهل المفدى بالدور الفاعل لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائبي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم وتعزيز المسيرة الخيرة لمجلس التعاون والدفاع عن مصالحه ومساندتها للقضايا العربية وخدمة الامن والاستقرار في المنطقة وبحث جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان مجمل التطورات والأحداث الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها والتشاور حول عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر